كيف يحمي بأنه لا يحجز رأس ماله استخدام TPA عندما نضع TPA لا يحجز رأس مالك على مراحل على مستويات بالطريقة التقليدية للدخول على التشارت يجب أن تثبت أمر بيليمت على صفقة أو بيليمت على صفقة وبالتالي يجب أن تحجز رأس مالك من البداية على صفقة واحدة هذا شيء كثير كثير بيحدث بالتداول كلما تجد خرصتان يجب أن تقوم بإمكانك تقوم بإمكانك تقوم بإمكانك واذا اخرجت عن طريقة أن تقوم بمراحلها إيما أن تقوم بإمكانك تقوم بإمكانك تقوم بإمكانك تقوم بمراحل تسمح لك لا يوجز رأس مالك على عدة مستويات أول مستوى هو أنك تحدد ما شرط الدخول إليه إذا أنك تدخل عند إغلاق شمعة فوق مستوى محدد أو عندما السعر يلمس مستوى محدد فـ TPA أول شيء وإنت مثبت وحاط أنت نوع الأمر لميت فـ TPA لا تثبت لك أمر لميت غير لها يتحقق الشرط تبع فإذا أنك تضع على عشر صفقات وحدة منهم تحركت قبل وتحقق الشرط فأنت تدخل بعد تحركت هناك شرط اللي إليك أنه أنت أغلاق شمعة فوق هنا أخو مثلا هون هناك شرط تبعك أنت كان أنه يغلاق شمعة فوق هيدا المستوى خينون ويعدت الإختبار لإليه لتدخل بالصفقة طب اللي صار أنه طلعت شمعة لهون أغلقت فوق ورجعت نزلت شوي يعني يجت الشمعة اللي بعده مثلا نزلت شوي لهون ما دخلتك بالصفقة أستاذنا وإجت الشمعة اللي بعده وطلعت وكفت لفوق طيب هالحالة أنت شو صار أنت عندك أمر لإلك مجرد إغلاق صفقة هون تثبت عندك أمر باي لمتهم وبالتالي نحجز رأس مالك فهيدا المستوى ثاني من الحجز الرأس المال لأنك تتحقق الشرط اللي إليك بس مرجع السعر اللي عندك وبالتالي حجز لك رأس مالك بالصفقة نحن حتى نتلافع كمان هاي شو من نعمول منروح على شي اسمه Local Limit منروح على Advanced Settings ونحط شي اسمه Local Limit ونحط PIP Difference مسافة بين هاي كيف تعرف PIP Difference كيف تعرف كيف تعرف كيف تعرف كيف تحدث PIP Difference PIP Difference أول شي هي أصغر واحدة أصغر واحدة من خانة اليمين اللي ممكن بها هيدا التشارط كل تغيير فيها هي واحد فأنت عندك خمسين يعني خمسين ساتوشي مثلا حرك السعر مثلا على سعر PTC عندك مثلا خمسين بتكون رقبين بعض الفاصلة حرك السعر هيدا هو PIP Difference فأنت بتحدد هالمقدار ومشو بصيط إذا السعر قرب لحديت هالمقدار بيسبتلك أمر الشراء إذا السعر بعد عنه بيشلك أمر الشراء حتى لا يحجز لك الأسمالة فنحن نريد أن تقرب السعر لنا نسبت أمر قبل فترة معينة حتى نحجز دواء فنحن نقول له أنه فقط تقرب خيوة على خمسين PIP سبت لي أمر الشراء وهو بيعمل هذه فقط يقرب يسبت لك أمر الشراء فقط يبعد يشيله لأنه بعد لا يضرب لك الأمر لماذا يحجز لك الأسمالة؟ فهذه هي مفيدة في الدخول الآن كيف تعرف هذه المسافة؟ ما هي الأفضل التي تكون؟ لديك أكثر من طريقة إيسا إذا كنت است و فتعرف هذه المسافة اجتب Есть فستلاحظ أن ستلاحظ أن معينة توفير تجريهم 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 كيف تجريهم تريد أن يكون لديك أرقام بعض الفاصلة فمن هنا ل上 something, توجد 1500 ثم تضيف إفتارح لزنطباب هنا في 1000 ومن هنا نحدث عن وضع أرقام الساعة ومن هنا لتحت 5000-6000 ثم تضيف الرقم هنا هنا نement فقط هل أنت ماسبت ال TPA هل أنت ماسبت ال TPA هنا السادة لو سمحت الصوت واضح؟ واضح بس انت الصورة بتطلع لنا على الكورنر الايمن فاذا بتستخدم شعر ما يكون الكورنر الايمن اوكي 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 اي كورنر ثاني اي شكرا هكذا سويه هكذا حلو تمام هكذا من وين تعرف كم بيب تحط ايوه من وين تعرف كم بيب تحط استمبل انفو؟ لا لا عندك اكتر من طريقة اذا تغلطت بزر اليمين وحركت اذا تلاحظ اخر ثاني لا ما الرولر هاي بزر اليمين انت هاي رولر مؤقتة في عندك رولر ثابتة في عندك رولر مؤقتة بزر اليمين هاي كتير سريعة وكتير سلسة هاي هاي امن امن احنا الميزات بالمنصة اصلا انت ما بيحاجة لا تروح تتلبه كل مرة تشيل رولر وتحطه انت بفورا بزر اليمين تقيس اي نقطة بسرعة خيالية فانت فورا بيطلع لك تحت شي اسم رقم تيكس هو هذا العدد الفرق بيناتهم طريقتان اذا حطينا تي بي اي و ولما حطينا تي بي اي رحنا على عملناها فل هون النسخة الفل يعني فتلاحظ انه كاتب لك عدد تيكس فوق يعني من هون لهون في عنا ثلاثة وثلاثة ألف وثمانمية وثلاثة تيك يعني اللي هي بيب فهي المسافة هيك اذا انت بدك انه من هون اذا انت بدك انه لما سعر اغلق يقرب لهون فانت بتحط له خمس تالاف بتروح على تي بي اي و بتقل له انا اعمل لي اياها وحط لي هون بس يقرب بس يصير في فرق خمس تالاف بيب تمام سبت لي امر البي وبس يرتفع عن الخمس تالاف شلي امر البي في هالحاله انت ما بتكون حجزة رأس ماله بهي الصفقة تمام حسب برضو شرط دخولك يعني بار كلوز و